وكالمعتاد يحين أخبار الاقتصاد والنهار ده نقول صباح الخير لشو وكدي صباح الخير عليك صباح الخير دعاء وصباح الخير مشاهدين وأهلا بكم في أهم وأخير الأخبار الاقتصادية قالت صحيفة فينانشل تاينز البريطانية أنها اطلعت على مقترح مقدم مفاوضية الاتحاد الأوروبي إلى حكومة الدول الاتحاد توصي فيه المفاوضية بوضع ثقف سعري للكهرباء المنتجة من المصادر التي لا تعتمد على الغاز مثل محطات طاقة الرياح والمحطات النووية والمحطات التي تعمل بالفحم بحيث لا يتجاوز السعر في وحدة الأقصى 200 يورو لكل ميجاوات في الساعة معتبرة أن هذا الثقف الأقصى يحقق معادلة الربح والتزان سوق الطاقة معا واقترحت المفاوضية الأوروبية تقديم خمسة مليارات يورو إضافية في شكل مساعدات مالية كلية لأوكرانيا وهذا كجزء ثاني من حزمة استثنائية تصل قيمتها إلى تسعة مليارات يورو كانت المفاوضية قد تعهدت بمنحها إلى كييف منذ مايو الماضي وذكرت المفاوضية في بيان صحفي لها أنه تم صرف أول مليار يورو من حزمة تمويل أصغر في أغسطس الماضي وسيتم توفير المبلغ المتبقي بقيمة تقترب من ثلاثة مليارات يورو في أقرب وقت ممكن قالت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة لسترس إنها ضد فرض ضريبة جديدة على الطاقة خلال فصل الشتاء لتغطية الارتفاع المرتقب لأسعار الطاقة خلال الشتاء المقبل وأكدت ترس في أول جلسة لها بالبرلمان منذ تعيينها الرئيسة للوزراء أنها ستعمل على خطة لمساعدة المواطنين والشركات على تجاوز أزمة الطاقة موضحة أنها ستعلن عن الخطة اليوم الخميس هبطت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء لتصل عقود برينت عند التسوية إلى مستوى دون 88 دولارا للبرميل لتسليمات نوفمبر وكذلك تراجعت عقود الخام الأمريكي لتسليمات أكتوبر بنسبة 5% لإطهب الدون 82 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى منذ النصف الأول من يناير الماضي لأقترب النفط من محو كافة المكاسب التي حققها منذ بداية العام الجاري مع مخاوف الركود المقترنة بتوقعات تراجع معدل النمو العالمي للعام الجاري والآن مشاهدين إلى التغيرات في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك أمس حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 19.19 جنيه للشراء و19.25 جنيها للبيع وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 18.95 لشراء و19.11 جنيه للبيع واستقر سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري عند 21.09 جنيه للشراء و22.19 جنيه للبيع وكذلك اليوان الصينية سجل أمام الجنيه المصري 2.75 جنيه للشراء و2.76 جنيه للبيع ومن العملات الأجنبية إلى العملات العربية حيث سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري 5.09 جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع كما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري 5.23 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع مشاهدين أما عن أسعار الذهب أغلق سوق الذهب أمس الأربعاء على ارتفاع بحوالي أربعة جنيهات وسجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 سجل 1111 جنيه للجرام وعيار 24 سجل 1269.7 جنيه للجرام أما عن عيار 18 فسجل 952.2 جنيه للجرام أما عن الجنيه الذهب فسجل 8888 جنيه إلى هنا مشاهدين تنتهي أهم آخر الأخبار الاقتصادية